السلام الله عليكم سيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنستطرق الحصة تقويم ودعم الوحدة الخامسة مجال الغابة هذه الحصة تندرجة من الأسبوع الخامس من نفس الوحدة انا مرجع واحد الكلمات العربية لمستوى الرابع اذا نبدأ على بركة الله اقرأ النص قراءة صامتة ثم اكمل ضبطه بالشكل التام اذا قراءة اكيد لن تكون صامتة لانا نستجيل فيديو ثم نضبط شكله بالشكل التام تدعم الغابات والاشجار الزراعة المستديمة عن طريق تثبيت التربة وتحقيق استقرار المناخ وتنظيم تدفقات المياه وتوفير الضل كما انها مساعدة ايضا على ضمان الامن الغذائي للملايين من الناس الذين يعيشون من خيراتها ان الغابة اكثر من مجرد اشجار فهي اساسية للامن الغذائي وتحسين سبول العيش وستعمل في المستقبل على زيادة قدرة المجتمعات المحلية على السمود بتوفير الغذاء والطاقة الخشبية والمأوى والعلفي والاليافي وتوفير فرص العمل بما يسمح للمجتمعات بالازدهار وبالحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم الزراعة المستديمة ورفاهية الانسان ان دمج الغابات مع الزراعة اصبح امرا ملحا لمعالجة ما يسبب ازالة الغابات والنزاعات حول استخدام الاراضي وهذا يساعد على الاستفادة من مجمل المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الناجمة عن دمج الغابة في المجال الزراعي ان ذلك يروم تحقيق مجموعة من الاهداف من بينها تخفيف من الفقر وضمان حماية النظم الايكولوجية المتصلة بالمياه واستعادتها وحصول الجميع على الطاقة المستديمة والتصدي لتغير المناخ وآثاره ومكافحة التصحر لعل الدعوة الى وقف ازالة الغابات مسهمة في الحد من خسارة التنوع البيولوجي وضمان حماية الانواع المهددة بالانقراض اذا انشطة القراءة استخرج من النص مرادف تسند ايجاد طيب العيش ومشاركته اذا تسند بمعنى تدعم تدعم في اول النص في اول النص تدعم كلمة ايجاد ايجاد توفير توفير وكلمة طيب العيش طيب العيش سبول العيش كلمة مشاركة مسهمة اخر النص مسهمة اذا تسند تدعم ايجاد توفير طيب العيش سبول العيش مشاركة مسهمة مشاركة لماذا مشاركة مشاركة السؤال ثاني احدد بعض الكلمات التي تكون عائلة الزراعة اذا عائلة كلمة الزراعة مذارع زرع يمكننا استعملوا فعل زرع زرع مزرعة اذا زرع مزارع زرع مزرعة احدد المعنى المناسب لكلمة يحمي في كل جملة بالاستعانة بمفاتيح الصياق اذا يحمي الغابات من الحريق مفاتيح الصياق الغاباتي من الحريق المعنى يقي المعنى يقي يحمي الجندي الوطنة الجندي الوطنة اذا معنى كلمة يحمي الجندي الوطنة يحرص او او يدافع الجندي يعني الوطنة يحمي الله عباده يحفظ الله عباده يحفظ اعين اعين ما تدعم به الغابات والاشجار الزراعة المستديمة بوضع فيه في جانب المعلومة الصحيحة اذا تقليص المساحة المزروعة الحفاظ على الاكائنات ضمان الامن الغذائي ذكر تنظيم تدفقات المياه نعم الزيادة في الانتاج حماية الفلاحين حماية التربة من الانجراف وتوفير الضل السؤال الموالي اصل الفكرة الرئيسية بالفقرة التي تناسبها اذا الفكرة بيان الغرض من الدعوة الى وقف ازالة الغابات هي الفكرة الرئيسية الرابعة توضيح اهمية الغابات في ضمان الامن الغذائي فكرة الثانية فوائد الغابات والاشجار على الزراعة المستديمة الفكرة الاولى تبرير اهمية دمج الغابات مع الزراعة فكرة الثالثة اشرح قول الكاتب فالغابات والاشجار مصدر هام للغداء والطاقة والدخل اذا تعتبر الغابات باشجارها ونباتاتها مصدرا مهما للغداء لمعظم السكان ومصدرا للطاقة لانها تعطينا الفحم ومصدرا للدخل لانها تزود السكان بالمنتجات للغداء والضبط ومنتجاتها ومنتجاتها السكان الذين يمارسون بعض الحرف التي لها علاقة بالغابة ومنتجاتها استخرج في جدول من خانتين عبارات وكلمات مرتبطة بالغابة وأخرى بالإنسان إذن عبارات مرتبطة بالغابة الضل الأشجار الخشب المأوى التنوع البيولوجي استقرار المناخ مكافحة التصحر كلمات مرتبطة بالإنسان الأمن الغدائي فرص العمل الفقر سبل العيش فرص العمل كررتها إذن مرة واحدة فقط والأمن الغدائي كذلك كررتها لا بأس إذن عبارات مرتبطة بالغابة الضل الأشجار الخشب المأوى التنوع البيولوجي استقرار المناخ ومكافحة التصحر أما الكلمات المرتبطة بالإنسان الأمن الغدائي فرص العمل الفقر وسبل العيش ولخص الأفكار السابقة لفقرات النص في فكرة عامة إذن الفكر العامة تلعب الغابة دورا مهما في ضمان الأمن الغدائي ودمجها مع الزراعة ضروري لتحقيق التنمية المستدامة إذن نصت حديثنا على الدور المهم الذي تلعبه الغابة في الضمان الأمن الغدائي ودمجها مع الزراعة ضروري لتحقيق التنمية المستدامة السؤال تسع أبدي رأيي في دعوة الكاتب المجتمعات إلى وقف إزالة الغابات إذن وقف إزالة الغابات مهم جدا لأن الغابة أهمية بالنسبة للإنسان وكل الكائنات الحية إذن وقف إزالة الغابات مهم جدا لأن الغابة أهمية بالنسبة للإنسان وكل الكائنات الحية ننتقل لانشطة اللغة. استخرج من النص ثلاثة اسماء نكيرات وثلاثة اسماء معرفة بالاضافة ثم اصنفها في جدول. اذا اسماء نكيرات مساعدة اشجار ملحن. كنعرف بان الاسماء النكيرات تكون منونة في الغالي المنونة الاخير. اذا مساعدة اشجار ملحن. اسماء معرفة بالاضافة سبول العيش. فرص العمل. دعم الزراعة. وممكن لكم انكم تلقوا كلمات اكتر. احول الاسم المنون معرفة ال الى معرفة بالاضافة. اذا نقرأ الجملة تدعم الغابات والاشجار الزراعة عن طريق تثبيت التربة وتحقيق استقرار المناخ. وتنظيم تدفقات المياه وتوفير الظل. اذا تدعم الغابات والاشجار زراعة السكان عن طريق تثبيت تربة الارض وتحقيق استقرار مناخ المنطقة او مناخ الكوكبي. وتنظيم تدفقات مياه النهري وتوفير دلل الاشجار. اقرأ كل دمر المنفصل بالاسم المناسب له. بوضع علامة في الخانة المناسبة. اذا الذي الذي للمتكلم. مثلا اقول انا الذي انا الذي. او للغائب هو الذي. او للمخاطب انت الذي. اذا الذين الذين نستعملها لجمع. نحن. 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 جمع المتكلمين. نحن. ونستعملها لهم. هم الذين. ولانتم. انتم الذين. اذا التي. تستعملها المتكلمة. انا التي. والغائبة هي التي. والمخاطبة انت التي. استخرج من النص اسمه وخبره. انا ولعله. اذا انا ولعله. اذا انا. انا. انها مساعدة. انها مساعدة. بالنسبة. بالنسبة لكلمة لعله. او. ان الغابة اكثر. لكن هنا نطلب انه. الفقرة الاخيرة. لعل الدعوة الى وقف ازالة الغابات مسهمة. اذا. لعل الدعوة مسهمة. اذا. انها مساعدة. اذا. اسمه. الها. ضامير متصل. في محل. نصب. اسم ان. انا. خبره. مساعدة. مساعدة. لعل. اذا. لعل. الدعوة مسهمة. لعل. اسمها الدعوة. خبره مسهمة. اكمل. اكمل. اكمل كل جملة بما يناسبها. ان الزراعة. ان الزراعة. مهمة. هنا نبحث على خبر. ان. مهمة. ليس. مثلا. ليس. العيد. قريبا. اذا. انا. كان نبحث عن اسم. ليس. ليس العيد. قريبا. اذا. ليس من النواسخ. الفعلية. اذا. الاسم سيكون مرفوعا. علمت ان. ان الوقاية ضرورية. ضلة مشتعلة. اذا. ضلة النار. اذا. نبحث عن اسم ضلة. وضلة ناصخ فعلي. ليلة نهار. كأن. ليلة نهار. تدمير الغابة خيرا. سنستعمل ليس. ليس. تدمير الغابة خيرا. علمت. ان الرحلة مجانية. ان الرحلة مجانية. حبل الكذب قصير. لكن. حبل الكذب قصير. اعرب الكلمات الملونة في النص. اذا. لدينا الكلمات الملونة. الغابة. اذا. الغابة. لاحظوا معي. اه. قبلها فعل. فعل. مضارع. اذا. الغابة. فاعل. 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 مرفوع. علامة رفعي. الضمة الظاهرة على اخر. ان الغابة اكثر. اذا. اكثر. ان ناصخ حرفي. الغابة. اسم ان. منصوب. اكثر. خبر. ان. مرفوع. فهي. اساسية. اساسية. خبر مرفوع. اصبح. امرا. امرا. اذا. امرا. اسم. اصبح. منصوب. هنا. اصبح. نصخ فعلي. امرا. خبر. لان. النصخ الفعلي. ينسب الخبر. وليس. اسم. اذا. اسم اصبح. امرا. اسم اصبح. ما يسبب. ازالة. ازالة. مفعول به منصوب. وعلامة نصبه. فتح الضاهرة على اخره. والتانية. للتنوين. اذا. منصب الاعراب الكلمات. الغابات. وفاعل مرفوع. وعلامة رفعه. الضاهرة على اخره. اكثر. خبر. ان مرفوع. وعلامة رفعه. الضاهرة على اخره. اساسية. خبر مرفوع. وعلامة رفعه. تنوين الضم. تنوين الضم. امرا. خبر اصبح. منصوب. وعلامة نصبه. فتحة الضاهرة على اخره. والثانية. للتنوين. ازالة. مفعول به منصوب. وعلامة نصبه. فتحة الضاهرة على اخره. السؤال الاخير. استخرج من النص الكلمات المختومة بهمزات متطرفة. والتي تتوسطها همزات تم اعلل رسمها. اذا الكلمات. الغذائي. الغذاء. البيئية. المأوى. اذا الغذائي. كتبت الهمزة المتوسطة على الياه. لانها مكسورة. لانها مكسورة. الغذاء. كتبت الهمزة المتطرفة على السطر. لانها قبلها سكون ميت. او مد. البيئية. كتبت الهمزة المتوسطة على الياه. لانها مكسورة. وقبلها يأساكينة. المأوى. كتبت الهمزة المتوسطة على الالف. لانها ساكينة. وقبلها مفتوح كما كان عفو الفتحة أقوى من السكون إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موهيدا في فيديو قادم أستطيعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة